النهاردة سعر الدولار في السوق السوداء بدأ يترنح النهاردة وكما تحدثنا بالأمس قلنا أن السوق السوداء ماتت وستشيع جنازتها وحررت شهادة الوفاة الرسمية بالأمس قلنا هذا الكلام وأيضا شرحنا بأنه ليست مجرد تمنيات وإنما هي معلومات موثقة ومؤكدة بأن خلال أيام قليلة سيكون حدثنا عن السوق السوداء بمثابة ذكريات وذكريات سوداء وأليمة قلنا أيضا أن شهادة تحرير وفاة السوق السوداء قد حررت وشيع السوق إلى مثواه الأخير تحدثنا عن هذا بالأمس وكان بين أيدينا معلومات موثقة ومؤكدة بأن الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي بل تبحث ليس عن مسكنات وإنما علاج جزري لأصل المشكلة العلاج الجزري لن يكون بمسكنات ولن يكون مثل كل مرة بيتم الدخول والتدخل لتخفيف وطأة السوق السوداء ثم يعاود السوق النهوض مجددا هذه المرة وكما تحدث الرئيس لن يكون إلا حل جزري حل الجزري كما نعرف جميعا سيكون هو الاعتماد على الذات وعلى النفس وتقليل استخدام العملة الصعبة من خلال مجموعة من الإجراءات التصنيع المحلي التصدير إلى آخرة لكن نحن إذا أزمة أو أمام أزمة أو نواجه أزمة غير تقليدية وشديدة التعقيد لأنه بيرتبط وبيختلط فيها ما هو اقتصادي بما هو سياسي بما هو تآمري أو مؤامراتي كله ده متداخل مع بعضه فيه ناس بتنظر إلى الأمر على أنه ما يجري في السوق سواء سعر الصرف في العملات الأجنبية وسعر السلع والمنتجات الحياتية اللي تنندل نتيجة مثلا خلل وفشل حكومة ناس بتنظر إلى هذا وقد يكونوا محقين في جزء من هذه النظرة وفيه ناس بتنظر إلى أنه ما يجري في السوق المصري والسوق المصرفي نتيجة مؤامرة محضة ومجردة وقد يكون هناك بعض الناس بينظر إلى أنه لا يوجد إلا المؤامرة وهذا تأثير مؤامرة وهؤلاء أيضا لديهم خطأ كبير وبينظروا إلى جزء فقط من الصورة وقد يكونوا على صوب في جزء من الصورة وهناك ما ينظر نظرة شاملة بأنه العالم كله عنده أزمات وإحنا جزء من العالم وما يجري شيء طبيعي برضو ده عنده جزء من النظرة الصائبة وجزء من النظرة المشواشة كل هذه المدارس مدرسة المؤامرة الكاملة مدرسة حكومة الفشلة مدرسة العالم كده وإحنا منه كل دي مدارس لكن الحقيقة أنه كل هذه الزوايا صحيحة عندي أزمة عالمية طاحنة وأنا جزء من العالم فبالتالي هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري جراء ما يأتي من الخارج ده صحيح لكن أيضا عندي جزء آخر أنه في مؤامرة وفي نوع من الضغط على الدولة المصرية بشكل أو بآخر لتمرير بعض المطالب غير المقبولة سياديا من الدولة المصرية وده جزء من الأزمة اتنين أو تلاتة الجزء الآخر أن هناك إخفاق في بعض الملفات الحكومية في إدارة الأزمة يبقى فيه عندي تلات أسباب موجودين تسببوا فيه الوضع الراهن لا أقدر أقول أن الحكومة مؤثرة 100% وهي السبب يبقى أنا بخالف الواقع ولا أقدر أقول دي مؤامرة هي السبب يبقى أنا بخالف الواقع ولا أقدر أقول أن العالم كله كده وإحنا جزء من العالم يبقى خالف الواقع الواقع بيقول أن هذه الأزمة يمكن إرجاعها إلى الثلاث أسباب ترجمة نانسي قنقر